الذي يحضرني في القضاء طبعاً أحياناً دائماً القانب السلبي سبحان الله وليس القانب الإيجابي لأنه دائماً بمثابة المرحلة الأخيرة نعم صباح لأنه هو آخر العلاق الكي ولذلك آخر الحل بالنسبة للحياة الزوجية هو الطرق وحقيقة يعني أحياناً تجد الاستهتار استهتار من بعض الأزواق سبحان الله فأذكر مثلاً المرأة رفعت دعوة لبيان حالها مع الزوج هل هو يريدها أم لا يريدها حضرت فسألناها ماذا تريدي من هذه الدعوة إيش اللي تريدي قالت أنا أريد أعرف زوجي الآن يريدني ولا ما يريدني سبحان الله أنا تفضل إيش تقول إيش ترد عليها قال الموضوع بسيط ما يحتاج يعني تقرقرني في المحاكم وكذا وكذا معنا لكلام خبروا إيش تساله اللي بيكم يعني في شيء زر يعني غامض فقالت هي أنه هو يسمعني الكلام يعني أنه ما أريدش وكذا وكذا وأنه إذا تريد الطلاق روحي عند القاضي وأنا بطلقش عند القاضي وأتمرت بأمره وقعت للقضاء نعم وهي قيت قلت الآن أنا أريد يوضح لي أنا يريدني كزوجة ولا ما يريدني طيب وإيش المشكلة اللي بيكم قالت أنه هو يلعب لعبة الببقي 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 ويتعرف فيه على الإنساء لحظة يلعب مع النساء ويقول أنا أساعدهم وما أساعدهم وكذا وكذا والدرجة أنه يتواصل معهم يعني فلما اكتشفى أنا يقول إلا أنا بس أليلعبها وكذا واضطريت أني ألعب مع الببقي هو بعدين طبعا قال قال هي نسى شي شي تلعب الببقي اتقرد تدخل لهذا العالم بتلها ليش أنت تلعب الببقي أيضا قالت أنا اضطريت أني أدخل إلى هذه اللعبة على أساس يكون معها لا لكن شفت ما فيه نتيجة أنه يتعرف على النساء ويلعب مع نساء وكذا وكذا قال طيب شيخ من مختصر مفيد الآن هي ايش تريد هي هي تريد تونضح أنت تريدها كزوكة قال خلاص أنا بطلقها بهذه السهولة بهذه السهولة طلقها بسبب لعبة الببقي لا لأ أنت ما تقدر تترك الببقي وفيها كلام من المشايخ وكذا قال أنا بطلقها الله المستهى فحقيقة يعني شيء أسف له كيف هذا المثاق الغليظ ينتهي بمثل هذا نعم هذا بسبب علم التفقه الدين وأيضا عدم يعني الاختيار الصحيح علم الاختيار الصحيح أن الزوقة أحيانا أننا تعرف من هو الشخص هذا الذي تريد أن ترتبز به نعم وهكذا أيضا أحيانا للزوقة سبحان الله شيخنا هل من كلمة أخيرة للزوقة و للزوقة في ختام هذه الحالة ما أود أن أختم به بأن يعني دائما يكون الهدف الأسماء للحياة الزوجية هي التحقيق المودة والرحمة والسكينة ما بين الزوجين نعم وهذا طبعا مطلوب بالتفاني من كل الزوجين نعم ولا يقتصر الدور على واحد من الزوجين فكل شخص يطمح بأن يكون سعيدا في حياته الزوجية صحيح وأن تكون هذه الحياة الزوجية فيها المودة وفيها الرحمة نعم ولذلك الحب يكون بعد الزواج وبالحب وبالتفاهم بين الزوجين يتحقق الرضا وتتحقق السعادة فإذا لابد من كل الزوج أن يتفانى في خدمة الزوج الآخر وأن يتنطف له وأن يتودد لكي تدوم هذه الحياة نعم فإذا هناك واجبات وهناك حقوق نعم فقبل أن تطالب بحقوقك التزم بواجباتك وواجباتك واليد التي تأخذ يجب أن تعطيها لك نعم بالفعل جميل جميل بارك الله كذلك